بير لودهامر أكد أيضاً خلال مؤتمر صحفي أن الخطر الأكبر غربي الموصل يكمن في أن أغلب المتفجرات تقع تحت الأنقاض ما يهدد حياة المواطنين لأكثر من عقد من الزمن المشكلة فيما يخص الأنقاض أن ثلث المتفجرات على السطح أما الباقي فهو تحت الأنقاض لذلك بمجرد عودة الأهالي وبدء الحفر وقيامهم بالإعمار والسكن سيكون لدينا قنابل شديدة الخطورة نحن نعتقد أنه سيكون لدينا عقد كامل قبل تطهير غير